السؤال ده مهم جداً ممكن نطلع نشوف كابتن سيد عبد الحفيز ماذا قال لزميلنا أمير هشام نطلع نشوف ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيز لزميلنا أمير هشام ونرجع لأن السؤال ده الحقيقة مهم جداً 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 ونسمع إجابته من كابتن أمير عبد الحميد بعد اللقاء كابتن سيد عبد الحفيز تحاتي لكل مشاهدين ومتابعين قناة الأهلي في كل مكان على هامش المران الأخير للنادي الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال في مركز أو تحديد مركزين الثالثة ورابعة في بطولة كاس العالم الأندية معي في هذه اللحظات الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة من نادي الأهلي كابتن سيد براحبك في البداية وعايزين نتطمن ونطمن جمهيري النادي الأهلي على استعدادات لمباراة مهمة ومباراة بمداليا إن شاء الله نقرر إنجاز السام الفاتح يعني الحمد لله طبعا على كل شيء ممكن وصلنا لمباراة طبعا كبيرة مباراة مع بطل أسيا وفرق من الفرق المصنفة بشكل كبير يعني فرقة الهلال على مدالية وعلى مركز ثالث ورابعة مباراة زي ما قلتها يبقى بالتأكيد مباراة لها طبع خاص يعني إن شاء الله رحمل بيزين اللي يكون موفقين في التعامل معاه وإن شاء الله رحمل ربنا يوفقنا ونكسب بيزين النهاردة في المؤتمر الصحفي كان يعني بعض الصحفين السعوديين بيشوفوا إن الأندية السعودية وانتخبات السعودية أكعبوهم عالي على المصريين وعلى الأندية المصرية بتستقبلوا أمور جهة دي ازاي أو تتعاملوا معها ازاي كبتن سايد الآن نتكلم في الواقع اللي نحن فيه أنت بتلعب في كاسر عامل الأندية يعني دخلنا على ثلاث مدارس مختلفة يعني سواء كان بطل مكسيك أو بطل برازيل وبعدين بتتكلم مع بطل أسيا يعني فأنت بتكلم على مدارس مختلفة وهي دي كاسر عامل الأندية يمكن في الأول في مشاركتنا في الأول كان معنا فرق كويس قوي كانت نمتلك مجموعة من اللاعبين مميزين جدا في 2005 وفي 2006 وفي 2008 و2012 و2013 لكن أنت ساقف تطموحك عالي جدا بتواجدك المستمر وبتواجدك الدائم في كاسر عامل الأندية أنا أقول دايما أن المبارات الكبيرة بتبقى لها شخصيات تلق بيها بالتأكيد المباراة في الفرقتين عندهم الإمكانات والقدرات والعقليات اللي تقدر تلعب وتأدي بشكل يلقي باسمهم ومكانتهم ويلقي بالحضور اللي هيكون موجود بكرة بإسلام هل بتشوف أكب سيد أن حظ الأهل السنادي وحش بما أنك تكلمت على الطموح الأهلي نطموحنا زاد كجماهير أن نحن نوصل مباراة نهاية أقل تقدير ميداليا فضايا يعني تبقى إنجاز جديد لنادي الأهل هل ظروف كلها عندت الأهل السنادي؟ مش عايزة أقول ظروف لكن هي حسابات مش عايزة أخوض فيها الصراحة عشان ما تدقيقش يعني لكن في النهاية خلاص أنت تعاملت مع الواقع يعني وخلاص جينا المباراة للمباراة مع مونتيري يقدمنا ملحمة يعني نصح التعبير يعني بالمراس يعني فرقة طبعا لها اسمها ومكانتها حتى لما بتتكلم مع المسؤولين اللي هناك أنا يقول لك أنا أنا ما عنديش ما عنديش أي استعداد إن أنا كنت أخسر من اللي شفته منك السنة اللي فاتت من اللي شفته مردودكو دم مونتيري فبقت أنت على المستوى العالمي الحمد لله ربعمين يعني وانت جاي أبل كده في كاسر عمل الأندية الناس بتبقى عايزة تعرف نادي الأهلي كان أول كلام بنقول للعيبة يعني عبر عن هويتك عبر عن ناديك عبر عن القرار اللي أنت بتمثلها النهاردة أنت من غير ما تعبر هي الرسالة واصلة والمردود واصل يعني لكن عندك طموح بقى وعندك أهدف عايز تحققها بعد الهلال السعودي على طول عندنا الهلال السوداني في كاس في در أبطال أفريقيا الهلال السعودي السوداني هيلعب النهاردة مع عصان داونز يهمنا برضو أن احنا نشوف ونقف على المستويات الدنيا ماشي أزاي يعني فكل دي حسابات يعني لكن في الموسم بتاخد مرحلة 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 بوقتها يعني كبسيد يعني فيما يتعلق باللعبين الدوليين وأكيد إحباطات يعني بهسبب المشاركة مع متخم مصر في الهزيمة في المباراة النهائية وبالتالي الهزيمة أمام بالمراس تعامل نفسي معاهم في الجزئات دي ببعض دي مصر النقطة اللي انت بتتكلم فيها دي نقطة طبعا نقطة مهمة لكن في الآخر برضو الخبرات بتيجي منين يعني الخبرات بتيجي من المواقف اللي انت مرت بيها الأحداث اللي مرت بيها الظروف اللي انت احتكت بيها فبالتالي بتاخد خبرات يعني يعني الموضوع مش سن بيكبر وخلاص يعني المفروض ان انت كل حاجة بتمر عليك بتاخد عليها خبرات خصوصا ان الكورة حدثها سريعة يعني النهاردة حالة بتموح ببطولة بكرة حالة بتموح ببطولة فده مهم جدا ان يكون في الحسبان يعني تأكد اللعيب اللي عندنا الحمدول اللي عندها من خبرات انها تقدر تتعامل بالشكل الأمثل يعني كبتل سيد انت يعني جيت مع الاهلي خمسة كاس عالم قبل كده او ده خامس اصعب بطولة من الجانب الفني من وجهة نظرك وكمان من جانب الظروف اللي واجهت الاهلي قبل البطولةة ماذا هي اصعب لا هي من جانب الظروف بتاعت السنة لكن من جانب الفني σε تقبل أبطال العالم وبعددان مش أبطال العالم مش عشر سنيه مثلايعني انت هم أبطال العالم السنة يعني كل واحد مثلا مسافة زمانية 4 شهور 5 من 6 شهور يعني احنا مثلا من 6 شهور بطولة بتاعتنا مثلا يعني آسيا بعدنا بشوية مثلا عندك الهلال يعني بعدنا بشوية ورب كان قابلينا عندك بالمرأس بعدنا بشوية متأخرة سنة يعني أصد مستحدثين يعني الموضوع مش من زمان فمستويات ممكن تكون تغيرت يعني فكلها فنيا طبعا صعبة لكن المراضي تقابلت السنة اللي فاتت يمكن أول مباراة كانت مع دوحيل صاحب الملعب يعني البطل وبعد كده لعبنا باير مونيخ وبعد كده بالمرأس المرأس الأمر مختلف لعبت المكسيكو وبعد كده بالمرأس وبعد كده الهلال يعني فكل البطولات فرنية بكتأكد صعبة يعني بسهل يعني سؤال أخيرة كابتنسايد عشان ما عنطلقش الجزئية التجديدة دوافع دايما الأهل بيمتاز بالجزئية دي جدا وفي الحقيقة تصرحات الجهاز الفني تصرحات حل جزئية لكن انت دايما عايز تاخد دور أبطال أفريقيا عشان تيجي وتحاول تحقق الطموح اللي انت كنت بتحاول فيه السنة دي الزابط هيقوا نفسكو في الجانب ده وتجديد الدوافع تحديد مص اللي حصل مع الأهل السنة دي حتى عند الناس هو أكبر دليل أكبر دليل على أنا قلتو من شوية أن انت الاستمرارية بتشلك الخوف من جواك يعني انت كل يوم بتروح مكان رغم أنهو مرعب رغم أنهو مرعب بس كل يوم بتروحوا تاني يوم خلاص أو تلت يوم أو عشر يوم أو على بعد نهاية الشهر الأولاني مش هتلاقي نفسك الآن من حاجة ولا مرعوب من حاجة تمام هي برضو كده لو تقس عند اللعيب كل يوم بتلعب مطش كبير كل يوم بتلعب مطش كبير مفيش قلق مفيش خوف هي الحتة دليل اللي أنا بقولها يعني أن استمرارنا وتواجدنا المستمر على سقف الطموح عند الناس هل انت بقى عندك القدرات والإمكانيات اللي تساعدك كده كانت عندنا طبعا بالتأكيد كنا نأمل ممكن تكون فيه ظروف كانت صعبة شوية غيابة دوليين إصابات بعض اللعيبة المؤسرة غيابات كورونا في الأول عدم التواجد بشكل كامل للاستعداد الأمثل لبطولة كبيرة زي كده انت عارف يعني إيه لعيبة المتخب تجي لك يوم سبعة بالليل يعني سبعة بالليل ونت عندك مطش يوم تمانية قبل نهائي لكن الحمد لله على كل شيء زي ما أنا قلت يعني نأمل يا رب أن يكون برضو التوفيق حالفنا ونحق بطولة أفريقيا كتاريخ لنا برضو ونرجع بشكل كبير سنة جاء بإذن الله شكرا ده كان لقاءنا طبعا مع كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي وتصرحات كتير جدا مهمة قبل يعني ساعات قليلة من مباراة الأهلي والهلال في يعني المباراة الخاصة بتحديد المركزين الثالثة ورابعة إن شاء الله بإذن الله الأهلي يفوز بالبرونزية بكرة عشان تبقى تاني مرة على التوالي والثالثة في تاريخ النادي الأهلي استعدادات ماشية بشكل كويس إن شاء الله التوفيق إيبا من عند المولع وعز وجل في مباراة الغد وإن شاء الله الأهلي يكون موافق موافق